مشاهدين الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب بنبقى سعداء جداً بمشاهدتكم لبرنامج عبر الكتاب ومشاهدتكم بصفة عامة لبرامج قناة الحياة المتنوعة للاتصال هيكون موجود أرقام التلفونات وأيضاً أرقام الواتس أب اللي ممكن اللي يحب يتصل بنا وبالأخص لأن الموضوع النهاردة موضوع مهم وممكن يكون فيه أسئلة كثيرة جداً من بالأخص من عند الإخوة الغير مسيحيين المسلمين اللي دايماً بيتسألوا وعندهم تساؤلات عن معنى كون المسيح هو ابن الله حلقة اليوم هي بهذا العنوان ماذا يعني المسيح ابن الله اللي بيعنيه هذا اللقب المسيح ابن الله يعتبر لقب المسيح ابن الله من الألقاب المهمة بل والجوهرية في إيمان المسيحي اللقب الذي أعلن عن المسيح مرات ومرات ومرات على صفحات الكتاب المقدس هذا اللقب الذي قاله يسوع عن نفسه وهذا اللقب أيضاً الذي أعلنه الآب من السماء عن ابنه وهذا اللقب أيضاً الذي أعلنه الآب للمؤمنين عن طبيعة شخص يسوع المسيح فهو لقب بيؤكد لهوت المسيح وبيؤكد أيضاً أن يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد فماذا يعني هذا اللقب وإلى ماذا يشير هنشوف كل ده في هذه الحلقة نتمنى أن نقدر أن نغطي كل الأشياء المرتبطة بهذا اللقب في هذه الحلقة وكمان هنحاول نرد على الاعتراضات التي يسوقها البعض معترضاً على لقب كون المسيح ابن الله وهذه الاعتراضات تتلخص في اعتراض أساسي وحيد هو ده لا نتكلم عنه والقول بأن كثيرون قد لقبوا في الكتاب المقدس بأبناء الله وبالتالي كون المسيح يلقب على أنه ابن الله فهذا شيء مش جديد وده لا يعطيها أبداً ولا يعلن أن شخص يسوع هو الله ولا يعلن أيضاً أن المسيح من نفس جوهر الله نيجي شوية واحدة بواحدة وناخد هذا اللقب المهم المسيح ابن الله المسيح ابن الله المسيح ابن الله لما نيجي لهذا اللقب زي ما قلت بيعتبر لقب ابن الله من الألقاب المهمة بل والجوهرية في فهمنا المسيحي لحقيقة هوية المسيح مين هو المسيح؟ إيه طبيعته؟ هل هو نبي؟ مجرد نبي؟ هل هو مجرد رسول كباقي الرسل؟ أم أن المسيح فيه طبيعة مختلفة؟ طبيعة إلهية؟ فالرسول يحنى مثلاً كتب إنجيله كله لكيما يفهمنا كون المسيح ابن الله ولكيما يقود القاري إلى الإيمان بأن المسيح هو ابن الله وكذا في نهاية إنجيله يقول لنا الغرض الذي كتب من أجله الإنجيل وأما هذه فقد كتبت له تؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله يبقى الغرض هو الإيمان بطبيعة يسوع المسيح كونه ابن الله ولكي تكون لكم إذا أمنتم بأن يسوع هو المسيح ابن الله هذا الإيمان يقود إلى الحياة باسمه يعني إذا كنت تريد أن يكون لك حياة وحياة أفضل حياة أبدية إذا أردت أن يكون لك غفران خطايا إذا أردت أن يكون لك ضمان أبدي فالإيمان بيسوع المسيح ابن الله هو الأساس الآية دي خطيرة جداً ومهمة جداً لأنها الآية دي بتقول لي أن الإيمان بالمسيح هو اللي بيعطي حياة الإيمان بالمسيح كونه ابن الله هو اللي بيعطي حياة كويس المسيح ابن الله إنجيل يوحنى زي ما قلت مش بس الغرض أنه يقدم يسوع المسيح ابن الله اللي لما بنؤمن به بيكون لنا حياة باسمه لكن إنجيل يوحنى كتب من هذا المنظور كتب في بدايته ونهايته بيقدم لنا المسيح ابن الله ففي البدء يقول إنجيل يوحنى إيه في البدء كان الله كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله يبقى بيقول لي أن الكلمة المسيح يسوع هو الكلمة هو كلمة الله والكلمة هو الله والكلمة هو الله وبينه إنجيل يقول لي أيضاً أن الإيمان بلهوت المسيح هو أساسي إعلان تومة ربي وإلهي في أصحاح 20 لما ظهر له الرب يسوع بعد القيم فبيبدأ الإنجيل بإعلان لهوت المسيح وبينهي الإنجيل بإعلان لهوت المسيح لكن يجي السؤال أو الاعتراض على ماذا يعترض المعترض؟ ولماذا يرفض المعترض أن المسيح ابن الله كونه هو من نفس طبيعة الله بل هو الله الظاهر في الجسد؟ على أي أساس؟ هنشوف بعض الفيديوهات اللي هنحاول نرد عليها النهاردة في هذه الحلقة فخلونا نشوف أول فيديو بيكلمني عن الإيمان بكون المسيح هو ابن الله وبعدين نرجع نعلق على هذا الفيديو كل المسيحيين على وجه الأرض تقريباً يؤمنون بأن يسوع هو المسيح ابن الله هذه العقيدة المسيحية يسوع هو المسيح ابن الله من أقدم العقائد المسيحية على الإطلاق في التاريخ المسيحي طيب من أقدم الحقائق الإيمانية أو الحقيقة الإيمانية بكون المسيح ابن الله من أقدم العقائد الإيمانية في التاريخ المسيح يعني هل بتأصد أن المسيحية نشأت وتأسست وبدأت بهذا الإيمان؟ ما هي إذا كانت هي من أقدم العقائد فهي بدأت مع الإيمان المسيح بل بدأت أيضاً من فم يسوع المسيح نفسه الذي سأل تلميزه في قيصريت فلوبوس وقال لهم من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان وبعدين بطرس لما سألهم وأنتم من تقولون فقال بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي فقال الله يسوع توب لك يا سمعان ابنينا أن لحماً ودماً لم يعلن لك لكن أبي الذي في سماوات بمعنى أنه الإعلان كون المسيح هو ابن الله إعلان مباشر من الآب السماوي عن ابنه وطبيعة ابنه المتجسد يسوع المسيح هل بتأصد أنه قديم قدم إعلان المسيح عن نفسه؟ ولا بتأصد أنه قديم بمعنى أنه يعني لا لا جيب بعد المسيحية بمائة سنين فهو الحقيقة اللي بيقولها أنه الإيمان المسيحي مؤسس الإيمان المسيحي مؤسس ومبني على طبيعة المسيح أنه هو ابن الله بدون هذا الإيمان لا توجد مسيحية وبدون هذا الإيمان يكون إيماننا في شخص المسيح كله باطل الفيديو التاني بيكمل في كلامه المعترض بقى هيقول لنا بعض الحاجات الصادمة وأنا قدها في هذه الحلقة بيقول لنا في بقى أنه هذه العقيدة العقيدة أن المسيح هو ابن الله عشان نشكك فيها لابد أن نشكك في النصوص الكتابية يعني هو علشان يطعن في الإيمان المسيحي بأن المسيح هو ابن الله الله الظاهر في الجسد يبقى عشان يعمل كده لازم يشكك ويطعن في النصوص الكتابية خلونا نشوف الفيديو التاني ونرجع نعلق عليه لا شك ولا ريب أن العهد الجديد علم بهذه العقيدة عقيدة أن يسوع هو المسيح ابن الله خلينا أقف كنا يبقى أول حاجة بيقولها أنه لا شك ولا ريب يعني أنت عارف أنه العهد الجديد وصفحات الإنجيل وكل رسائل العهد الجديد بتؤكد حقيقة أن المسيح هو ابن الله هو طبعا هيجي في الآخر هيقولك بس هو معناه مش اللي انتو فاهمينه بس احنا نكمل معاه وهنمشي معاه إلى النهاية في مصداقية هذه العقيدة يكون عن طريق التشكيك في مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس خلق أفهم يبقى هو علشان يطعن في هذه العقيدة بيطعن فين بيطعن في موثوقية ومصداقية الكتاب المقدس يعني لو النص موجود فيه أن المسيح ابن الله أو أن هناك آيات كثيرة مذكور فيها المسيح ابن الله يقولك أصل الآيات دي أو النصوص دي محرفة يا راجل والنصوص بقى اللي هي بتتكلم عن المسيح إنسانا يقال له يسوع هو اللي شفاني زي ما زي ما الأعمى المولود أعمى لشفى الرب يسوع إنسانا يقال له يسوع ويس يبقى المسيح هنا هو إنسان ده نص زي ده يبقى مش محرف قد كلمتكم بهذا وأنا إنسان نص زي كده يبقى مش محرف الآية اللي تيجي بعديها على طول يعني في يوحنة 8 الآية اللي تيجي بعده قد كلمتكم بهذا وأنا إنسان الآية اللي تيجي بعدها على طول إنه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وأبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرق وفرح النصوص دي لا دي محرفة علشان إيه أصلها ما جاتش على مش ماشي مع إيمانه فالنصوص اللي مش هتمشي مع إيمانه تبقى محرفة مع أنها من نفس الكاتب وفي نفس السياق وفي نفس السفر وفي نفس الإنجيل فهو بيعمل إيه ده النص ده يمشي على هواية فده مش محرف النص ده لا 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 ده ده بيعارض إيماني فيبقى محرف يبقى هو نص بنفسه دون أي معايير علمية أو دون أي معايير للمصداقية هو نص بنفسه هو الحكم هو الذي يحكم على النص الكتابي ودي طام الكبرى والمأساة الكبرى إن كل ما هو يختلف مع إيمانه يصبح محرف وكل ما يتماشى مع إيمانه يصبح غير محرف تم تطبق ده عليك لأنك انت اللي جيت متأخر مش احنا تطبق ده على النص اللي جيب بعد المسيح بستمائة سنة النص الذي جاء بعد المسيح بستمائة سنة إذا اتفق مع الكتاب المؤدس يبقى غير محرف وإذا اختلف مع الكتاب المؤدس يبقى محرف لأنه لم يكن شاهد عيان وأتى بعد المسيح بستمائة سنة ولا يعلم شيئا عن يسوع المسيح الحقيقي يبقى هو المحرف إنما هو قاعد بيعمل برنامج كويس وطال عليه ومنصب نفسه ينصب نفسه حكما يحكم بي على النص الكتابي ماشي نكمل كتاب المؤدس فمع وجود بعض النصوص المحرفة في العهد الجديد والتي تقول بهذه العقيدة تقول بأن يسوع هو المسيح ابن الله إلا أن هناك عشرات النصوص في العهد الجديد نصوص غير محرفة تعلم بنفس العقيدة دلوقتي خلونا أنا بس أحاول ألخص اللي هو بيقوله ده بيقول نصوص في نصوص محرفة تنادي بهذه العقيدة وفي نصوص غير محرفة تنادي بهذه العقيدة يعني it's confusion he's confused متلخبة يعني نصوص يقولك نصوص محرفة بتنادي بهذه العقيدة ونصوص غير محرفة بتنادي بهذه العقيدة يبقى هو هيعمل هو ياخد النصوص التي في فكره أنها غير محرفة ويفصرها بطريقة الإسلامية ويقدمها لها أعتقد كده الفيديو ملهوش بقية ما عرفش إذا كان لي بقية ولا لأ لكن في فيديوهات تانية هنكملها أه فنكمل وأنا شخصيا أجد أنه من الصعب جدا أن نقول أن هذه العقيدة دخلت نصوص العهد الجديد عن طريق التحريف بل إنني أقول أن هذه يبقى العقيدة دي دخلت عن العهد الجديد عن طريق التحريف هو حكم عليها أنها دخلت للعهد الجديد عن طريق التحريف ليه؟ لأنها لا تتماشى مع معتقد كمّل 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 يقول لللفة دي دول مجموعة من المساكين تأثروا جدا بتعليم بوليس فعملوا فتبنوا هذه العقيدة ولما كتبوا الأنجيل كتبوا عن المسيح ابن الله يعني أي عاقل ممكن يقبل هذا الكلام وانا عملت يمكن أكتر من حلقة حلقتين يمكن أو تلاتة عن إنه إزاي بوليس لم يبتدع المسيحية بل كل ما أعلنه بوليس من حقائق أعلنه يسوع قبله عن نفسه إنما هو بنفس الاتهام القديم بوليس هو بوليس بوليس عمل لهم مشكلة كبيرة أنا معرفش كمية الكر عند الإخوة المسلمين لبوليس لكن الفكرة بتاعته إنه عقيدة الإيمان بطبيعة المسيح كونه ابن الله من نفس جوهر الله هي عقيدة أساساً اخترعها بوليس وبوليس أقنع بيها بقية التلاميذ وبقية التلاميذ وهم عميان كتبوها في الأنجيل ده الملخص اللي هو بيقوله طيب ماشي نمشي معاه وهو كده يعني فلتت زمانه بيقدم لنا بقى التعريف الخطير جداً ابن الله هو هيقلب الموازين هيقلبها هو هيقدم لنا تفسير خطير محدش اكتشفه قبل كده ومحدش عرفه قبل كده والتفسير دوًا هو اللي هيجعلنا نقتنع بكلامه أن المسيح مجرد واحد من الأنبياء طيب قلنا بقى تفسيرك للقب ابن الله نشوف الفيديو اللي بعد كده نجد عامة النصارى يقولون بما إن يسوع هو المسيح ابن الله هو ابن الله بالمعنى الذي يجعله من نفس جوهر أو جنس أو نوع الله الآب لذلك فهو إلى حق من إلى حق مستحق للعبادة كما أن الآب مستحق للعبادة هذا باطل كل هذه التفاصيل غير موجودة في الكتاب المقدس وغير موجودة في العهد الجديد هذا باطل هذا باطل وهذا غير موجود في العهد الجديد ده هنشوف إزاي هو بيحاول يزبط وجهة ناظره إنه المسيح كلقب ابن الله لا يشير إلى أنه من نفس جوهر الله وهو غير معادل للآب وبالتالي هو لا يستحق العبادة والسجود ده باطل وهو بيكلم بثقة هو بيكلم بثقة بثقة يعني شديدة جدا إنه هو أكيد عنده الحل وأكيد عنده التفسير الذي يبطل إيمان المسيحيين بأن يسوع هو المسيح ابن الله أي المعادل للآب في الجوهر إلى حق من إلى حق إيه بقى التفسير بتاعه نشوف التفسير بتاعه في الفيديو اللي جاي ولكن هناك نص خطير جدا وصريح جدا يقول بأن يسوع المسيح مولود من الله النص يقول بشكل صريح وواضح يسوع المسيح ليس مولودا من دم وليس مولودا من جسد وليس مولودا من رجل وإنما هو مولود من الله طبعا أنا أكذب لا يوجد نص مثل هذا في الكتاب المقدس وإنما هذا النص يتكلم عن المؤمنين هذا النص موجود في بداية إنجيل يوحن في الإصحاح الأول العدد الثاني عشر النص يقول وأما كل الذين قبلوا أي الذين آمنوا بالمسيح فأعطاهم المسيح سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه ثم منظر النص الذي يأتي بعد ذلك الذين ولدوا هؤلاء أولاد الله الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله بل ولدوا من الله تخيل هذا النص يتكلم عن الذين قبلوا المسيح والذين آمنوا به صاروا أولاد الله بمعنى المؤمنين بالله أو المؤمنين بالله باسم المسيح لدوا بمعنى 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 إنه أساني من الله إذا كنت تتبعون القرآن إذا كنت تتبع القرآن أنا أساني من الله من هذا الطريق لاحظة أنه يجب أن يكون إسلامه علىه وإنه هو أساني من الله سعيد يعني معلش نحن جبنا كبير زاكر مع أنه دلوقتي يعني وراء الأطبان بتهم غسيل أموال وفساد كتير لكن هي الفكرة واضحة الفكرة الواضحة أنه لقب ابن الله ده يطلق على كل المؤمنين بالله فمن يحفظ الوصاية ومن ينقاد بروح الله فهؤلاء هم أبناء الله وبالتالي المسيح يعتبر واحد من هؤلاء فلا يوجد أبدا تميز ولا يوجد اختلاف في الطبيعة طبيعة المسيح عن البشر طيب أجي للآية اللي هو اختارها من إنجيل يحنى وأصحاح واحد وعدد اتناشر وأما كل الذين قبلوا قبلوا يسوع المسيح فأعطاهم سلطانا أي يسوع المسيح أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله فهو بيأخذ الآية دي ويقول أهو ده التعريف لمعنى أن لقب ابن الله ليس لقب يشير إلى الألوهية بل لقب يشير إلى الإيمان بالله من خلال المسيح أوكي أنا هسأله سؤال أو عدة أسئلة بما أنك أنت وصلت يحنى واحد اتناشر فأكيد أريد يحنى واحد وحنى واحد 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 اتنين واحد ثلاثة واحد اربعة واحد خمسة واحد ست تل حد ما وصلت باتناشر ويمكن يمكن ربنا فتح عليك فكملت الإراية لحد لما وصلت إلى ستاشر وثمانتاشر من نفس الأصحاح ويس بيقول لنا إيه إنجيل يحنى اللي انت واخد منه الآية ما هو بقى يقول لك لو انت قلت له إنجيل يحنى أصحاح أصله اللي قبل محرف واللي بعد محرف إنما الآية دي ميش محرف اختيارات بقى على مزاجه هو قاعد الرجل بيختار معه ألوان كده يعلم آية محرف آية غير محرف كويس طيب إنجيل يحنى أصحاح واحد بيقوله بما أنك انت اقتبست من يحنى فأكيد انت بتؤمن بالله قاله يحنى فبتاخد كلامه معانا خدت آية في غير السياقها وبتحمل تفسير غير اللي انت فسرت لكن في إنجيل الحنى أصحاح واحد بيقول لنا في البد كان الكلمة افتح أي كتاب أي كتاب تفسير خد كتاب الرائع أبونا متى المسكين عن تفسير إنجيل الحنى في البد قبل أن يكون البد كان الكلمة موجود يعني منين يعني أزلي أزلية المسيح والكلمة كان عند الله لم يكن الله يوماً بدون كلمة وكلمة الله هو الإبن الحبيب شخص يسوع المسيح وكان الكلمة طبيعته أنه هو الله ما بصتش على دي طبعاً يعني يعني أنت عينك كده على طول راح تنزل على واحد اتناشر ما بصتش على دي خالص ولا حتى يمكن قريتها ولا تعرفها أول آية في نفس النص بتتكلم عن أزلية المسيح طبيعة المسيح ألوية المسيح طيب الآية اللي بعد كده هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان بيكلم عن مين هنا بيكلم عن الكلمة بيكلم عن يسوع المسيح كلمة الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان عبارة شاملة مانعة في نفس الوقت كل المخلوقات وجدت به وبدونه لا يوجد شيء ولن يوجد شيء ولا يوجد شيء مما كان يعني هو مين هو الخالق يعني ليس بس أزليته ولا طبيعته لكن كمان عمله هذا الفعل فعل الخلق الذي لا يوصب به إلا شخص الرب وحده نحن لا نؤمن بإله ثاني مع الله نحن نؤمن بإله واحد بذاته بكلمته وبروحه طيب هنا ما قريتش دي ممكن تفسرها لنا ممكن تتعب كده حضرتك وزي ما عملت فيديو عن المسيح ابن الله والآية واحد من أصحاح وعد 12 تقول لا قلت لنا تفسيرها تقول لنا كمان تفسير ده ويريد تعمل تفسير لإنجيل يحن وتاخد آية آية من إنجيل يحن كده وتقول لنا يعني إيه الآيات دي فصرها لنا من غير ما تقول محرف ولا غير محرف فصرها قدم تفسير ليه فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيق في الظلمة والظلمة لم تدركه تكمل مع بعض كان في العالم تكلم عن مين عن الكلم يسوع كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم دي تنطبق على إنسان ما ينفعش تنطبق على إنسان إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله آية مهمة جدا ناخد مدخلة ونكمل مينتن الأخ حبيب من كندا ألو ألو سلام المسيح أهلا وسهلا بحضرتك أنا هو القرآن لا يتبنى أساسا فكرة البنوة بالمعنى الروحي أو الافطلاحي أو الرمزي لكن القرآن يتبنى فكرة البنوة بمعنى الجسدي فيفرد علينا التفسير ويفرد علينا الكفر المسلم دلوقتي جاي بيفرد علينا بيتجاهل القرآن المرة واحد بيدرى في القرآن يطعن اللي فهم القرآن أساسا اللي كتب القرآن ده أساسا غلط ويفرد علينا احنا بعد كده المعنى بتاعت بنوة بنوة لله مع أن الآية واضحة وبتقول إن المسيح هو اللي أعطى لمن يؤمنون به هو مين اللي ممكن يعطي لمن يؤمن به إلا إذا كان هو الله بالمعنى الله الظاهر في الجسد الحاجة الثانية عشان خاطر نلغي تماما فكرة ابن الله بالمعنى الاستلاحي مش بس الكلمة يعني مش بس فاشحين كلمة ابن الله هناك كمان الصفات الإلهية أن المسيح يخلق من الطين ويحيي الموت بكلمته فهو يشترك مع الله واضحة وما ينفعش أساسا حد تاني يشترك مع الله إحنا حرفنا الإنجيل طب هل إحنا حرفنا القرآن الذي يؤكد أن المسيح برضو بيخلق من الطين ويحيي الموت وفي الأحاديث سوف يأتي في نهايات الأيام فهو هنا المسلم يقعد يحط هو التفسير ويحط هو العقوبة كمان يبقى أنت كمان كافر ومحرف ومؤلف طب أنا حامل نفس الفكرة بالعكس حاولت مع بعض الأصدقاء أقنحهم طب يترى كلمة الوارث اللي في أسماء الله الحسنى ده ممكن ألفض عليك تفسيري وأقولك إنه دي معناها أن الله تجود بتزوج أنت يفسرها بتفسيرات كثيرة وأصل مالك يوم الدين ووارث الخليقة ثم هو نفس التفسير الرمزي أنا زي ما أنا أفسر تفسير رمزي إصطلاحي للكلمة وإن كان معنى الوارث لا يمكن أن يفهم إلا أن يكون هناك وارث ومورث منه وإنه يكون بنفس الطبيعة الإلهية لكن أنا أقدر برضو بنفس المنطق أحط أفرد تفسيري عن الإسلام برضو وخلص هو دين ودخل بتاعدي شكراك أخ حبيب هو يعني اللي حضرتك قلته طبعا دي حقيقة حقيقة فعلا إنه هو بيرى الكتاب وبيفرد تفسيره علينا وبيفرد فهمه يعني يريته ويريته يعمل كده في كل الكتاب مثلا لا هو عنده اختيارات هو بياخده نصوص التي تتماشى معاه واللي يقدر يخرج منها بمفهوم يتماشى مع مفهومه فهو يريته موضوعي هو مش موضوعي هو فعلا يعني بيفرد النص ويكفر أي تفسير آخر مختلف معاه أشكرك أخ حبيب ودايما نسعد بمدخلاتك معاه فهنا مين اللي أعطى السلطان رب يباركك شكرا مين اللي أعطى السلطان هنا اللي أعطى السلطان هو يسوع المسيح عنده سلطان عنده سلطان أن يعطي حياة أبدية وعنده سلطان أن يجعل المؤمنين باسمه أبناء الله طيب أجي لجزء آخر في إنجيل يحن وأصحح واحد نحن لسه في نفس الإراية اللي هو نفس القرين النص اللي هو بيراه كلمنا عن الكلمة الأزلي كلمنا عن الكلمة طبيعة الله أو الله هو طبيعة الإلهية كلمنا عن خلقه كلمنا عن عطيته للحياة وسلطانه لكن كمان والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا وبعدين يقول الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حدن الآب وفي بعض المخطوطات أيضا القديمة الإله الوحيد الله الوحيد الذي هو في حدن الآب قد خبر ده كله سابه ده كله ما يفرقش معاه نص كامل بيثبت ألوهية المسيح وبيؤكد على طبيعة المسيح وأزلية المسيح وأن المسيح هو كلمة الله الأذري المتجسد الذي في حدن الآب لكن ده كله لا لا ده ما يفرقش معاه ما يفرقش معاه عايز بس أوريك أد إيه الإخوة المسلمين في تفسيراتهم لا يتبعون أي منطق عقلي أو حتى منطق علمي في تفسيراتهم طيب أجي لحاجة أخرى المسيح كلمة الله المسيح ابن الله حقيقة حاول أوضحها من خلال كون المسيح كلمة الله نعرف الكتاب المؤدس حقيقة مهمة جدا ممكن أي واحد فينا يقر الكتاب المؤدس يعرف أن كلمة الآب أو المسيح كلمة الآب سرمديا يعني إيه سرمديا يعني من الأزل وإلى الأبد في البدء كان الكلمة أي قبل أن يكون البدء كان الكلمة قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن الأزلية والأبدية بتاعته وهأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الضار أبديته فلما نعرف الكتاب المؤدس بنعرف أول حقيقة عن كلمة الله أن المسيح كلمة الله سرمديا الآب يتلفز بكلمة واحدة وحيدة هي ابنه فعش كده لقب الآب ولقب الابن الآب يتلفز بالكلمة الابن وهذا الكلمة هو كلمة وحيد لا يوجد مثيل one of a kind unique مختلف حقيقة الثالثة على خلاف كلمات البشر التي تتبدد في الهواء كلمة الآب هي أقنوم حامل يعني اقنوم حي كامل لا يبتعد خارجا عنه بمعنى إيه بمعنى أنه كلمة الله يسوع المسيح خالق الذي يقول فيكون ويأمر فيصير كلمة نفسها التي تخرج من فم الآب تخلق وأرسل كلمته فشفاهم تشفي فهنا دي حقيقة غير كلام للإنسان كلمة الله يسوع المسيح مختلف حقيقة المعمودية وفي التجلي سمعنا صوت طيب أتمنى نحن نكون ماشيين مع بعض لأن الحقائق دي ممكن تكون شوية يعني محتاجة شوية تركيز عشان الواحد يقدر أنه يسوع بها الكلمة مرتبط بالمتكلم بمعنى إيه بمعنى لا توجد كلمة دون أن يكون متكلم ولا يوجد متكلم بدون كلمة ده مش لغص دي حقيقة إن كان الله متكلم فالله عنده كلمة والكلمة أذلي أبدي زي المتكلم فالله لم يكن في وقت من الأوقات غير متكلم الله ما بدأش يبقى متكلم لما خلق الإنسان يبقى حصل فالله تغيير وتبديل زي ما نقول الله ما بدأش يبقى محب لما خلق الإنسان الله محب منذ الأزل وإلى الأبد دي طبيعته فالكلمة مرتبط بالمتكلم فلا كيان للكلمة بدون المتكلم ولا يوجد متكلم بدون كلمة الابن لا كيان له إلا بالآب عشان كده بنقول أنه الابن الوحيد الذي هو في حدن الآب بمعنى لم يوجد أبدا الآب بدون كلمة وده فكرة الولادة مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور ولا تعني أبدا الولادة الجسدية كما يفكر فيها المسلم فحاش لله لكن لذي ما نقول أن الكلمة ابنة شفا أو شفا بمعنى أنها خرجة من فمي كذلك الابن أيضا من المتكلم الآب لكن مع الآب ومن نفس طبيعة الآب وأزليه كالآب وكله القدرة كالآب نفس الصفات ونفس الطبيعة في الآب هناك تطابق كامل بين كلامه وأعماله بين كلمته وفعله وده اللي بنشوف الكتاب مؤدس عشان كده هذا التطابق بين الله الآب كخالق بنجد أيضا الله الابن كخالق بنجد أيضا الله بروحه كخالق الله بذاته كخالق الله بكلمته كخالق الله بروحه كخالق وبنجد وبنجد هذا الثالوس في الخليقة في البدء خلق الله سماوات والأرض وقال الله ليكن نور وكان روح الله يرفع على وجه المياه طيب كمل مع بعض فالآب يخلق بالكلمة الابن الازلي والابن الازلي يشترك في الخلق بكلمة الرب خلقة السماوات وعش كده بنجد الخليقة توصف لله وأيضا للابن ولروح الكدس الابن هو الكلمة الكلمة الوحيد الكلمة الوحيد التي يتلفز بها الاب وما يتوفوه به الاب بكلام للبشر إنما هو الكلمة الوحيد الابن الحبيب كده الكلمة هو المعلن عن شخص الله هو المتكلم عن شخص الله هو الذي يعرف الناس عن شخص الله الله لم يره أحد قد الابن الوحيد الذي هو في حدن الاب قد خبر الابن الكلمة هو الذي يعبر عن الاب المتكلم ويعلن الآب للبشر عرفتهم اسمك هو الذي يعلن الآب للبشر زي ما الآب هو الذي يعلن عن الابن الابن أيضا هو الذي يعلن عن الاب ونشوف الجزء دو المهم في متى 11 طيب بيقولنا أي يحن الدمشقي لهوتي بيقولنا حاجة مهمة جدا عشان يقدر فيه تشبيهات كتيرة بنستخدمها للتوضيح لكن أيضا كل تشبيه ممكن يكون تشبيه غير كامل بس مجرد علشان أزهنة تقدر تبقى مدركة يا احنا بنتكلم عن ايه يقول في هذا التشبيه لعلاقة الابن بالاب يقولنا ايه كما انه مع وجود النار يكون النور يعني ما فيش نار بدون نور فكما انه مع وجود النار يكون النور الصادر منها ولا تكون النار أولا وبعد ذلك النور بل يكونان معا وكما ان النور الصادر من النار مولود منها زي ما النور الصادر من النار يعتبر انه مولود منها دائما ولا يفارقها البتة فكذلك يولد الابن من الاب بدون ان يفارقه البتة بل يكون فيه دائما جميل الاقتباس ده لانه بيوضح لينا كون المسيح ابن مولود غير مخلوق مساوي للاب في الجوهر طيب هل فيه نصوص بقى كتابية بتوضح لينا الحقيقة دي هل فيه نصوص كتابية بتوضح لينا حقيقة علاقة الاب بالابن ونرى في هذه العلاقة طبيعة الابن ابن الله طبيعته وجوهره الالهي بكل وضوح ولا لأ انا عارف انه الوقت الحلقة الرب يخلقين حتى لو ما خلصنا سنكمل مع بعض ممكن في حلقة اخرى لكن على الاقل نحاول ان احنا ناخد بعض النصوص المهمة طيب فيه نصوص مهم جدا بيكلم عن اتحاد الجوهر والقوة بين الاب والاب كويس انه الاثنين ازاي انهم متحدين وانه هناك اتحاد وهذا الاتحاد هو اتحاد في الطبيعة في يحنى عشر لما الرب يسوع بيكلم عن خرافي تسمع صوتي وانا اعطيها حياة الى اخر هذا الجزء بيقول في يحنى عشر عدد ثمانية وعشرين وانا اعطيها حياة ابدية ولن تهلك الى الابد ولا يخطفه احد من يدي دي اول حجاية احطيها هنا بالاحب يعطيها حياة ابدية ولهذا فهي لن تهلك الى الابد وهو يحفظها في يده ولا يخطفها احد من يدي بيكلم عن مين الجزء الاول ولا يتكلم عن رب يسوع رب يسوع يتكلم عن نفسه وبعدين الجزء التاني في نفس الاصحاح يقول هنا ايه ابي الذي اعطاني اياها وفعلا المؤمنين باسمه هما عطية الاب للاب هما الكنيسة هما العروس ابي الذي اعطاني اياها شكده رب يسوع في نهاية صلاة الشفعية من اجل المؤمنين يقول لهم ايه يقول للاب ايها الاب اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي يعني فاحنا كمؤمنين عطية الاب للاب ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي كويس يبقى لا احد يستطيع ان يخطف من يدي ولا احد يستطيع ان يخطف من يد ابي هو انتو الاثنين متسويين ياس لان كلمة الله لها نفس صفات وخصائص الله لان ابن الله له نفس صفات وخصائص الاب نفس الطبيعة نفس القدرة نفس المعرفة فلا يستطيع احد ان يخطفها من يدي ولا يستطيع احد ان يخطفها من يدي ابي وبعدين يختم لنا بالاية الجميلة انا والاب واحد انا والاب واحد هذه هي الوحدانية الاعلاقة ما نادرش نقول الكلام ده على المؤمنين ما نادرش واحد مؤمن يقول انا والاب واحد ما نادرش واحد مؤمن بالمسيح يقول انه هم في يدي ولا يستطيع احد ان يخطفها من يدي ما نادرش باي سلطان يقول هذه الكلمات وباي سلطان يعلن هذه الاعلانات ومن اعطى هذا السلطان لكي يقول هذه الاعلانات عن نفسه وزي ما قلت قبل كده امام اعلانات يسوع المسيح عن نفسه اللي بنقراها في الاناجيل ما قدمناش غير عدة اختيارات اما يكون المسيح شخص كذاب ما نصدقهوش واحد عنده يعني احساس بالعظمة كده فبيحاول يجذب عشان يقدم صورة غير حقيقة عن نفسه اما يكون المسيح مجدف يجذب ينسب لنفسه ما ينسب فقط الى شخص الرب يقول عن نفسه انه غافر الخطايا يقول عن نفسه انه ازلي يقول عن نفسه انه منذ الازل والى الابد يقول لتلاميذه ان اجتمع اتنين او تلاتة باسمي هناك اكون في وسطهم هناك فين في اليهودية ولا في مصر ولا في اسرائيل ولا في امريكا هناك فين وهانا معكم كل الايام مع مين وازاي انه ابن الانسان يرسل ملائكته من السماء مين انت عشان ترسل ملائكتك تعدك ملائكة ما قدام هذه الاعلانات عشان كده يعني انا ما استغربش انه الاخوة المسلمين يكون بيجي قدام هذه الاعلانات ويغمي عينه لانه مش قادر يعني مش قادر يواجهها او ان يحاول انه يتجهلها لانه اي منطق اي انسان عنده منطق هيجي قدام هذه الاعلانات وهيسأل هذه الاسئلة مين ده وهتكون الاجابة لا ده كدهب لا 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 ده مجدف زي ما اليهود قالوا اكتر من مرة عليه انه يجدف ومرات قالوا له احنا يعني نريد ان نقتلك ليس من اجل حسن انت فعلته بل من اجل تجديف يعني وحتى لما نقرى الانجيل لما نقرى الانجيل نعرف انه سبب انه اليهود صلبوا يسوع المسيح هو مش من اجل ما فعل بل من اجل ما قال ده نقطة مهمة جدا يبقى مجدف ما ينفعش كمان تطبقها على المسيح المسيح ما ينفعش يبقى مجدف ولا كداب ولا مخادع ولا مجنون ما ممكن تلاقي واحد بتقابله كده مجنون يقولك مثلا انا جمال عبد الناصر ما ينفعش تطبق ده على المسيح لو درسنا شخصية المسيح احنا بنقف قدام شخصية ينحني لها الجبين في الحكمة والقامة والنعمة والسلطان والهيبة والتقوة والحق والامانة والقداسة والبر يبقى بتوصل الى في الاخر الى سؤال مين ده اذا هو مش مجدف ولا كذاب ولا مجنون طب ممكن يبقى حقيقي ممكن اللي قاله يسوع المسيح النفسه يبقى حقيقي ممكن فعلا يكون هو الله الظهر في الجسد ممكن فعلا يكون بيغفر الخطايا ممكن فعلا يكون بيخلق وبسلطانه عندما يضع يده على الاعمى ممكن يكون هو بيعمل اعمال الله لانه هو الله الظهر في الجسد ممكن ممكن ومفيش حد ابدا وقف قدام هذا السؤال محتار وطلب الرب بامانة ان يعلن له حقيقة شخص يسوع المسيح والله تخلى عنه انا عرف انه ممكن تبقى قدام حيرة وفي حيرة كبيرة لكن الله يريد ان يعلن عن نفسه والله بيريد خيرك وخيري وربنا بيحبنا يعني لا يريد مننا ان نهلك ولا يريد لنا الهلاك بعدم ايمان لكن لكن يريد ان نؤمن به فنخلص وعش كده لما تطلب الطلبة دي بامانة وبصدق وبانكسار قدام الرب ربنا هيعلن نفسه ليك وناس كتير ان اعرفهم ربنا ظهر ليهم وكلمهم واعلن عن نفسه ليهم وكانت دي نقطة التحول في حياتهم مين هو يسوع مين اللي يقول في يدي ولا يستطيع احد ان يخطفهم من يدي ومين اللي يقول انا والقاب واحد احنا ليه بنقولي كلام ده زي ما قال يحنا لكي تؤمنوا ان يسوع هو المسيح ولكي يكون لكم بالايمان به حياة انكمل مع بعض هذه او هذا الموضوع المهم الحلقة القادمة فالى ان نلتقي سلام المسيح يكون